المعجزة. الساحر خليفة مارادونا حفر اسمه في تاريخ الأساطير. كان كبيرهم في صباه وعملاقهم في كبره. هذا هو ميسي. جعل المنتخب الأرجنتيني يلعب لأجله. فعلها راقص التانجو. واختتم مشواره الراقص أو الحافل بأعظم إنجاز كروي. يكرر مشهدا انتظره الكثيرون من الأرجنتينيين مارادونا. الذي حمل الكأس عام 86 منذ 36 عاما. نهاية كأس العالم كان أشبه بملحمة درامية. أعيدت كتابة السيناريو لها في الدقيقة الثمانين. مصر مشاهدين افتتح أهداف المباراة مبكرا. في الدقيقة الثالثة والعشرين تقريبا من ركلة جزاء. وقبل نهاية الشوط الأول سجل زميله أنخلدي ماريا هدفا آخر لمنتخب بلاده. بهذه الهدفين استمرت هيمنة راقصي تانجو على مدى 80 دقيقة على المباراة. حيث ظنوا أنهم قاب قوسين أو أدنى من الفوز وإنهاء المباراة. إلا أن الديوك زادوا من أجواء الإثارة بتسجيل هدفي التعادل. أولهما كان من ركلة جزاء. وبفارق زمني قصير بينهما. أقل من دقيقتين. في شوطي الوقت الإضافي تبادل المنتخبان الهجمات الخطرة. حتى تمكن ميسي من تحقيق هدف ثالث للأرجنتين. إلا أن أمبابي عاد مرة أخرى. عاد بمنتخبه. وعاد للنتيجة من جديد في مباراة حبست الأنفاس. بعد هذه المباراة الماراثونية. احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي جاءت لمصلحة الأرجنتين. لكن على الرغم من خسارة الديوك فقد ضمنها. هدف كأس العالم أمبابي له مكانا في التاريخ. بعد أن أصبح أول لاعب يسجل هاتريك في نهاي بطولة كأس العالم. منذ بطولة 1966. أما ميسي فقد نشر هذه الصورة إلى جانب رفاقه الأرجنتينيين. يقول فيها. لطالما حلمت بلقب أبطال العالم. شكرا جزيلا لحائلتي. لكل من يدعمني. وأيضا لكل من آمن بنا. نثبت مرة أخرى. إننا الأرجنتينيون. عندما نكافح ونتحد معا. نكون قادرين على تحقيق ما نهدف إليه. ويرفق هذه الصورة. وهو يحتفل بالكأس مع جملائه. شكرا لمشاهدة كاتراندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة. ومشاركتك لقصصنا. وإعجابك بها. وتعليقك عليها. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر